نلتقي بكم يا غرس الحبي نلتقي لقاء الأحبة على جناحي شوق ومحبة طلاب الصف الأول الثانوي أهلا ومرحبا بكم في أولى دروس القراءة وقبل أن نبدأ الدرس أحب أن أتناقش معكم في هذه الجملة الأخلاق الحميدة ترفع شأن صاحبها وتخلد سيرته كيف تفعل ذلك؟ تعالوا معي نتناقش من خلال هذا الدرس المثال هو حاتم الطائي ومكارم الأخلاق تعالوا معي نتعرف على الفكر التي سوف نتحدث عنها وهي ثلاث فكر أولها التعريف بحاتم وأخلاقه ثانيها قصوة البيئة وإثاره الآخرين على أهله وعياله ثالثها حاتم الطائي الكريم بلا منافس تعالوا معي نتعرف على نبذة بسيطة عن الدرس يتناول الكاتب في هذا الدرس نبذة عن حياة حاتم الطائي مبينا مكارم الأخلاق التي تحلى بها وداعيا شباب العرب لقراءة سيرة أرباب القيم أصحاب القيم ليقتدوا بها لتكون لنا قدوة وقد أخذ الدرس بتصرف من يحيى بن مدرك الطائي ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره حاتم الطائي شاعر جاهلي معروف من أهل نجد نجد مكان بين الحجاز والعراق فارس جواد قبيلته اسمها طي مضرب المثل في الجود والكرم كان رئيسا مطاعا في قومه وشريفا مقصودا من معاصري معاصري أي من عاشوا معه في عصر واحد وسيدا مهابا مهابا يعني محترم معظم من ملوك عصره وأجداده جميعا سادة نجباء كرام تزوج ماوية بنت حجر الغسانية والنوار بنت ثرمولة البحترية له ديوان واحد في الشعر ويكن أبا سفانة وأبا عدي كان بحرا يفيد عطاؤه يفيد يزيد ويكثر ولا يغيد سخاؤه لا يقل كرم وجود لا يضمأ وارده لا يضمأ الزمأ من العطش وارده الوارد هو الآتي ولا يمنع سائله السائل هو الفقير المستعطي وكان لا ينتظر السائل حتى يأتيه فحين يشتد القحت القحت هو الجد وما الجد هو احتباس المطر وبالتالي سوف تيبس الأرض ويقل الخير مع أن منطقته كانت بين جبلين كانت من أفضل المناطق في الثروة الزراعية يعز القرى في كلب الشتاء يعز يقل القرى ما يقدم للضيفان أو للضيف كلب الشتاء حدة الشتاء وتعصف الريح بأطناب الخيام أطناب الخيام هي الأحبال التي تثبت بها الخيام ويزيد البرد من شعور الإنسان بالطوى الطوى هو الجوع حتى كرب يقضي عليه حتى قارب أن يقضي عليه يدرك حاتم ما يقاسيه الناس ما يقاسيه أي ما يعانيه الناس من ألم الجوع فيرسل إليهم دون أن يسألوه ما يدفع عنهم عادية الجوع ما يدفع عنهم ضرر الجوع ويأمر غلامه الغلام هو الخادم ويأمر غلامه أن يوقض نارا في بقاع من الأرض في أماكن شتى على الطريق كي يراها المسافر أو السائر ليلا يريد الطعام عسى السائر ليلا أن يهتدي إليها فيقول أوقد فإن الليلة ليل قر والريح يموقد ريح صر عسى أن يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر شفتوا بقى قمة الكرم بالليل والدنيا برد بيأمر غلامه في عز البرد أنه هو يوقض النار في أماكن مختلفة شتى على الطريق والريح شديدة صعبة لا يتحملها أحد ويحاول أن يراغبه في الأمر فلا يتكاسل فيقول له عسى يرى نارك من يمر ممكن يحد يشوف النار فييجي علشان يأكل إن جلبت ضيفا فأنت حر هنا بقى الترغيب لو جاه ضيف فأكل إذن أنت حر قمة الكرم تعالوا معي نرى بعض اللغويات معنى الكرم الصفح ولا سمو النفس ولا السخاء ولا الشرف نعم أحسنتم هي السخاء الكرم بمعنى السخاء العطاء العطاء دون مقابل وبكثرة مضاد القحط الجد ولا العوز ولا التصحر ولا الخزب تعالوا معي نرى أول ثلاثة هنلاقيهم بمعنى واحد وهو ده معنى القحط إذن المضاد هي الخزب المراد بكلب الشتاء الجد ولا الحدة ولا المرض ولا الحيوان هي كلب مش كلب يبقى إذن حيوان هنجنبها جانبا الجدب وهو القحط والمرض لا كلب ما لا تعني المرض إحنا لسه واخدينها بمعنى راضوا عليكم الحدة طيب تعالوا ما نشوف سؤال ثاني جمع الشتاء الأشتاء ولا الشتاء ولا الشتات ولا المشاتي أنا سمع حد بيقول لي المشاتي دي ما تنفعش ليه لأنها مش على الوزن هشيلها طيب الشتات شتيت شتات ماشي طيب يبقى الشتاء برضو مش على نفس الوزن يبقى هي الأشتاء أحسنتم يدرك حاتم ما يقاسيه الناس علاقتها بما قبلها عندما يشتد الايه الشتاء يدرك حاتم ما يقاسيه الإنسان يبقى علاقتها بما قبلها ايه تعليل ولا نتيجة ولا توضيح ولا تفصيل برافو نتيجتها إن حاتم بيدرك نتيجة إن الناس جعانة والشتاء شديد بيدرك حاتم أن ايه؟ أنهم يقاسون فايه يبعث إليهم ما يقيم الأود عسى السائر ليلاً أن يهتدي إليها علاقتها بما قبلها ايه؟ اهي ويأمر غلامه أن يوقض ناراً في بقاع من الأرض لماذا؟ لسبب عسى السائر ليلاً أن يهتدي إليه أنا سمع حد بيقول لي تعليل من غير ما شوف الايه؟ الخيارات هي فعلاً تعليل برافو عليك طب ما تيجوا ما نشوف الأسئلة الاستنتاجية المقالية ماذا تعرف عن حاتم الطائي وبما اشتهر؟ حاتم الطائي شاعر جاهلي معروف من أهل نجد فارس جواد من قبيل الطي مضرب المثل في الجود والكرم كان رئيساً مطاعاً في قومه وشريفاً مقصوداً من معصريه وسيداً مهاباً من ملوك عصره وأجداده جميعاً سادة نجباء تزوج ماوية بنت حجر الغسانية والنوار ثرمولة البحتورية له ديوان واحد من الشعر ويكان أبا سفانة وأبا عدي سواني سواني انت الحقتي تحفظي ده إمتى؟ أنا ما حفظتش هو موجود عنك في القطعة فوق لازم تبص على القطعة وتبص عليها وتكون عنا عليها باستمرار لأن معظم الأسئلة بتبقى منها طيب لو مش منها هتبقى بالدور حواليها اتفقنا؟ تعالوا ما نشوف سؤال تاني ما قبيلته وفيما ضرب به المثل؟ قبيلته طيء وضرب به المثل في الجودي والكرم ما الدليل على أن حاتم الطائي كان ذا مكانة مرموقة في عصره؟ الدليل أنه كان رئيسا مطاعا في قومه وشريفا مقصودا من معصريه وسيدا مهابا من ملوك عصره تعالوا ما نشوف سؤال كمان لماذا يعد حاتم الطائي مضرب المثل في الجودي والكرم؟ لأنه كان بحرا يفيد عطاؤه ولا يغيد سخاؤه يعني كرم ما بينقطعش لا يضمأ وارده ولا يمنع سائله وكان لا ينتظر السائل حتى يأتيه فحين يشتد القحط ويعز القرى في كلب الشتاء وتعصف الريح الباردة بأطناب الخيام اللي هي حبال الخيام التي تثبتها في الأرض ويزيد البرد من شعور الإنسان بالطوى اللي هو الجوع حتى كرب يقضي عليه يدرك حاتم ما يقاصيه الناس فيرسل إليهم دون أن يسألوه ما يدفع عنهم عادية اللي هي ضرر الجوع ويأمر علامه أن يوقض نارا في بقاع من الأرض عسى السائر ليلا أن يهتدي إليها فيقول أوقد فإن الليل ليل قر والريح يموقض ريح صر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر كان الجوع ينهش الأمعاء ينهش يعني إيه ينهش يعني عرض الأمعاء وكاد الفقر يفتك بالبسطاء يقضي على البسطاء وهم الفقراء في بيئة صحراوية قاحلة شديدة الإجداب واليبوسة وقفر وظروف مناخية قاسية وحروب ونزاعات مستمرة فقدر حاتم معنى الإنسانية وقدم للسائل وغير السائل القريب والبعيد ما يحفظ عليه حياته أو يسد رمقه الرمق هو ما ينقذ أو بقية الروح ويسد الرمق أي ينقذه من الموت جوعا أو يروي غلته غلة هي شدة العطش إذن هذا الجزء يبين لنا قسوة البيئة الصحراوية كان الناس يعيشون في فقر مطقع في البيئة الصحراوية مجدبة طالما قل المطر أجدبت الأرض وظروف مناخية كما في فصل الشتاء وحروب ونزاعات مستمرة إذن لم يكن بينهم سلام الحروب ونزاعات تأتي إما من الثقر وإما من التناحر على آبار المياه والأماكن والبقاء للأصلح والأصلح هو الأقوى كان حاتم بيقدر اللي الناس عيش فيه اللي أهله قبلته عايشين فيه كان بيقدم للناس اللي بيطلبه واللي ما بيطلبوش فيه إنسان يبقى عنده حياء فما بيطلبش فإيه؟ بيديله من غير ما يطلب اللي يحفظ له حياته ويروي له عطشه وبسبب ده تعالوا نشوف حصل مع حاتم إيه؟ وقد هجرته زوجته ماوية وأكسرت زوجته نوار من لومه وأطالت في عزله هجرته يعني تركته العزل هو اللوم يبقى أولى زوجاته تركته وكان متجوز اتنين ينفع هم كانوا زمان ممكن يتجوزوا اتنين وعلى فكرة قيل إن حاتم اعتنق المسيحية فكان مسيحي وليس وثنيا بالرغم من أنه كان يعيش في عصر تعبت فيه الأوثان ماوية زوجته كانت زوجة غنية من أهل الشام ومع ذلك كانت تعيب عليه كثرة كرمه وعندما طلقته إيه؟ إيه؟ هي كانت الست هي اللي بتطلق الراجل آه زمان كانت النساء عندها حق التطليق طب كانوا بيعرفوا منين الناس كانت خيمتها تقفل بابها الشرقي مثلا لو هي متزوجة كان الباب الشرقي مفتوح تقوم أفلاه لما تطلق زوجها وتفتح الغربي ويروى أن النوار جلها كتير قوي من الخطاب ومنهم النابغة الذبياني وحاتم الطائي ففضلت حاتم على النابغة الذبياني وكلاهما شاعر شاعر مشهور لكن لهذا لكرمه ولهذا السبب تركته يروى أنه بعد أن تركته جاء أربعون فقيرا يطلبون كرم حاتم فأرسلت جاريتها إلى حاتم تقول له ما حدث فبعث إليها بإثنان من الإبل إثنان من الإبل العظيمة وذبحهما وأطعم الناس فقالت لهذا طلقته أما الثانية نوار بقيت معه إلا أنها كانت دائما تلومه وتعاتبه وكانت بتشوف أن أهله وعياله أحقه بما يعطيه للناس زي دلوقتي كده ما نعد نقول إيه اللي محتاجه إيه يحرم على إيه لأ لازم أكون كريم لازم أتصدق لازم أطلع من اللي عندي بس مش معنى كده أسيب بيتي وأولادي محتاجين أو أترك أولادي يتكففون الناس من بعدي أكون وسطاً هنا أخذ حاتم ينصح زوجته نوار بالإقلال من لومه قائلاً لها مهلاً يا نوار إن المال الذي أبقيه سيأخذه غيري إذا متوا آئل ورسبا أو من لهم حق الميراث وممكن إنهم ما يستعملهوش في طريق كويس فيضيع فيبقى إيه لن يبقى لي سوى سوء الثناء الثناء يعني المتح طيب يبقى هيفضله إيه؟ هيفضله الزم من الآخرين تعالوا ما نشوف مع بعض بعض اللغويات مفرد الأمعاء اللفظ ده جديد علينا فهتبقى المعاء ولا المعو ولا المعا ولا المعوي بصوا يا شباب أنا هقولها المرة دي علشان تعرفوها لأنها جديدة عليكم وهي المعام طيب تعالوا ما نبص على واحدة تانية معنى قاحلة قاحلة منحدرة ولا قفر ولا رملية ولا ملونة أنت لسه أيلة إن قاحلة يعني قفر برافو عليكم أنت لسه فاكرين واخدين بالكم مضاد غلة الغلة هي العطش يبقى عكسها إيه؟ فيضان ولا سيل ولا تدفق ولا ارتواء آه انت لسه مجاوبة طالما سبتي دي يبقى هي إيه؟ الإجابة هي الارتواء تعالوا معايا نشوف واحدة كمان جمع غلة غلل ولا أغلال ولا غلال ولا جميع ما سبق أغلال جمع غل وهو القيد وغلال جمع غلة طيب يبقى إذن جمع غل غلال أحسنتم مضاد هجرته هجرته يعني تركته يبقى عكسها إيه؟ أحبته ولا وصلته ولا أطاعته ولا تركته إحنا قلنا هجرته يعني تركته يبقى هنشيل تركته يبقى هي إيه؟ أحبته ولا وصلته ولا أطاعته أنا سمع حد بيقول لي وصلته هي أكرب الإجابات معنى عزل نقد انتقدته ولا صرحته ولا عدبته ولا عانت معاه أو عانته لا هي عدبته برافو عليكم تعالوا منبصت بقى على بعض الأسئلة المقالية من زوجاته وماذا ترك من الشعر وما كنيته زوجاته ماوية بنت حجر الغسانية والنوار البحترية له ديوان واحد بالشعر اسمه ديوان حاتم ويكن أبا سفانة وأبا عدي تباين موقف كل من حاتم الطائي وزوجته ماوية ونوار في الإنفاق وضح ذلك حاتم رأى أن المال الذي سيبقيه سيأخذه غيره إذا مات ولن يبقى له سوى ثوء السناء زوجته ماوية هجرته بسبب إنفاقه وكرمه الزائد زوجته نوار أكثرت من لومه وأطالت في عزله في عتابه ورأت أن أهله وعياله أحق بما يعطيه للناس هل أنتم معها؟ نحن معها في جزء ولسنا معها في باقي الأجزاء نحن معها في أنه يجب عليه أن يترك لأبنائه شيئاً بدلاً أن يتركهم فقراء بالضبط ولسنا معه في أنه كريم والمفروض أن يترك هذه الخصلة وينفق على أطفاله وعياله أفضل كان حاتم الطائي نموذجاً يقتدى به في التكافل الاجتماعي دلل على ذلك ثم بين على ما يدل ذلك ده إيه ده؟ ده هو بيقولي نموذجاً يقتدى به في التكافل الاجتماعي ده معنى إيه؟ الله ده الكلمة دي ما جاتش في الدرس هي ما جاتش في الدرس آه بس لها إجابة تعالوا نبص عليها أما كان الجوع بينهش الأمعاء والفقر بيفتك بالبسطاء في بيئة صحروية قاحلة وظروف مناخية قاسية وحروب ونزاعات مستمرة كان حاتم بيقدر معنى الإنسانية ويقدم للسائل وغير السائل القريب والبعيد ما يحفظ عليه حياته أو يسد رمقه أو يروي غلته هو ده التكافل الاجتماعي هو ده المصلحة العامة التي سوف نتحدث عنها في درس قيم اجتماعية لدكتور شوقي ضيف وذلك يدل على إنسانيته العظيمة وإحسانه وكرمه الفياض إذا أجبنا على الجزء الخاص بالتكافل الاجتماعي بالنسبة لحاتم لأنه كان بيقدم للسائل وغير السائل القريب والبعيد ما يحفظ عليه حياته أو يسد رمقه أو يروي غلته ولما قمت لما كان الفقر بيفتك بالبسطاء في بيئة صحراوية ظروفها المناخية صعبة قاسية وحروب ونزاعات مستمرة كل ده بيقضي على كل ما معهم إذا كان هو يجبه التكافل الاجتماعي أو المصلحة العامة بالنسبة لأهله وأولاده وبقية قبيلته كان يقدم لأهله وجيرانه وقبيلته وأولاده كل ما يستطيع أكثر ويروى أن أعرابي سأله من أكرم منك يا حاتم؟ قال غلام يتيم فتعجب الرجل غلام ويتيم قال له آه ذهبت إليه فضيفني جاب له رأس من الغنم فاستطيبتها لأ طعمه حلو فأحب أنه هو يسعده بأنه هو يثني عليها فالولد كان عنده عشرة من الأغنام إداله رأس منها فإيه؟ أما سمع من حاتم أنه يستطيب هذه الرأس خرجه وذبح التسع أغنام وقدمها لحاتم هو أكرم منه ليه؟ لأنه هو ما كانش بيملك غير العشر أغنام دي ومع ذلك قدمها كلها لحاتم طب كان رد فعل حاتم الأعرابي سأله قال له كافأته بـ 300 من الجمال والنوق وـ 200 رأس من الأغنام وهل جزاء الإحساني إلا الإحسان؟ وكان حاتم صفوحا يغفر ذلات قومه استبقاءا لودهم وحفاظا على صداقتهم وهو في سبيل ذلك قد شق على نفسه يعني كلفها فوق طائطها وقدرتها ولكنه يدرك أن الحلم الحلم وهو إيه؟ الصبر كفيل بدفع أذاهم ضعما أنه يدفع أذا قومه عنه وكم من مرات سكت سمعه صدمت ودنه كلمة قبيحة من شخص فأعارها أذنا صماء تنزيها لنفسه وتكريما لها زي ما احنا بنقول كده إيه ربنا خلق لنا ودنين الأولى نسمع بيها لو ما عجبناش الكلام نطلعه من التانية وكان عفيفا عفا نفسي عن كل ما يشين كل ما يعيب نفسه وكف نفسه عن المطامع وصانها عن فعل الدنيات وبلغ من استحياء حاتم من جاراته استحياء خجلوا واحتشاموا من جاراته وحفاظه على شرفهن وعدم خدش حيائهن أنه ما مر بإحداهن إلا وتغافل أو تعامى تعامى يعني هو ليس به عمى إلا أنه يصنع أنه لا يراها أو يتصنع أنه لا يراها كأنه لا يراها أو يعرفها تعالوا معي نتعرف على بعض اللغويات مضاد الحلم الطيش السفة الحمق جميع ما سبق الحلم عكسها الطيش تمشي عكسها السفة تمشي عكسها الحمق خلاص هي جميع ما سبق بالضبط هي جميع ما سبق طيب معنى يشين يعني إيه؟ يعني إيه يشين؟ يزين؟ ولا يجمل ولا يحرم ولا يعيب ما يزين هي يجمل بس يشين اللي هي يعيب بمعنى يزين ويجمل طب ما أنت لسه مجاوبة يعني طب هي يبقى يعيب صح؟ طيب تعالوا ما نشوف مضاد استحياء خجل خجل احتشام تبجح الأولى والثانية إحنا لسه أيلين نستحياء بمعنى إيه؟ أنا سمع حد بيقول لي خجل واحتشام يبقى عكسها ما فيش غيرها تبجح صح؟ صح لأن الأولى والثانية بمعنى واحد برافو عليكم طيب تعالوا ما نشوف مفرد الدنيات الدانية اللي هي القريبة ولا الدنيئة ولا الدنيا ولا الدنيا الدنيا إحنا عارفينها دي مؤنس أدنى ماشي؟ طيب يبقى هي إيه؟ هي يا إم الدنيئة يا إم الدنيا طيب هي ما فيهاش همزة طيب مش على القياس يبقى إيه؟ نقول بقى إيه؟ الدانية وإحنا وحظنا هي فعلا الدانية بالعقل كل حاجة تمشي حتى لو مش عارفها ابتدي غرب للي موجود قصادك حاول بقدر الإمكان افهم وطلع اللي تقدر عليه طيب تعالوا ما نبص كده على سؤال مقالي يقول الشاعر من سالم الناس يسلم من غوائلهم ما علاقة هذه المقولة بشخصية حاتم؟ ودلل على ما تقول طيب تعالوا ما نبص كده على قطعها إيه؟ كان حاتم صفوحا يغفر زلات قومه استبقاء للود بتاعهم وحفاظا على صدقتهم وهو في سبيل ذلك قد شق على نفسه وكلفها فوق طاقتها حملها ما نطيق ولكنه يدرك أن الحلم كفيل بدفع أذاهم إذا من سالم الناس يسلم من غوائلهم يسلم من أذاهم هو كان بيسلمهم ليه؟ علشان يحافظ على صدقتهم وودهم وكم من مرة سكت سمعه كلمة قبيحة من شخص فأعارها أذنا صماء تنزيها لنفسه وتكريما لها لأننا لما رد كلمة بكلمة أنا كده بأقلل من قيمة نفسي وسوف يؤدي هذا إلى شجار ليحمد عقبية تعالوا منبص لسؤال كمان دلل على عفة حاتم وحيائه أنا سمع حد بيقولي أنه كان عفة عما يشين كان بيكف نفسه عن المطامع يبعدها عن المطامع وبيصنها عن فعل الدنيات أي حاجة دنيئة مبلغ من استحياء حاتم من جراته وحفاظه على شرفهن وعدم خدش حيائهن أنه ما مر بإحداهن إلا وتغافل أو تعامى كأنه لا يراها طيب تعالوا منشوف جزء تاني من القطع ومن فضائل الكريم اللازمة أيضا الصدق وحاتم كان إذا حدث صدق وإذا وعد أوفى بوعده فالكريم حريص على سمعته السمعة هي الصيت والذكر الحسن والإنسان رهن بأعماله يعني مأخوذ بأعماله الناس بتحسبوا على أعماله زي مربنا سبحانه وتعالى بيحسبوا على أعماله وحاتم رجل محب للسلام في عصر اتسم بالقوة عصر لا تكاد الحروب فيه أن تتوقف وأوشكت القبائل أن تتفانى فاعتزل حاتم حرب الفساد وحرب الفساد حرب وقعت بين قبيلتين واستمرت 130 سنة اعتزلها حاتم وطبعا حاتم ما كملش تأمية وتلاتين سنة إلا أنه اعتزلها في الفترة اللي هو كان عايش فيها التي سقط فيها خيرة قومة خيرة قومة الخيرة من الشيء هم الخيار والصفوة مش الخيار اللي احنا بنأكله لا يعني أفضل الناس ونزل في بني بدر قعد عند قبيلة اسمها بني بدر لأنه كان يكره العنفة ويعزف عن الشر وكان ينصح ابنه عاديا قائلا إذا رأيت الشر يتركك فتركه آه إذا لقيت الشر بيبعد عنك أنت ابعد عنه وهو سيد في قومه مرموق المكانة له مكانة عالية ولكنه متواضع لا يتيه لا يتكبر على أحد ولا يرى نفسه فوق الناس ما بيشوفش نفسه أحسن من حد بالرغم أنه هو فعلا كان أفضلهم وليس من العسير من السهل أن يمتاز رجل بالجود وآخر بالعفة وثالث بالصفح والتسامح والتواضع لكن من العسير أن تجتمع كل هذه الشمائل كل هذه الصفات لرجل واحد فإذا اجتمعت له فهو الكريم بلا منافس وبيقول لي كاتب المقال نصيحة فليقرأ شباب العربي سيرة أرباب القيم السيرة هي تاريخ الحياة أرباب يعني أصحاب القيم والمبادئ وذوي مكارم الأخلاق الأخلاق الكريمة الحسنة وطبعا مضادها مساوي حرى يعني عسى أن يتحلوا بهذه الصفات وعسى الأمة العربية أن تربي أبنائها على هذه القيم الرفيعة والصفات النبيلة ليه؟ لأن كل ده بيصب في المجتمع يبقى مجتمع متعاون متحاب يساعد كل من إيه؟ كل شخص فيه الآخر طيب تعالوا أما نبص سوى على بعض اللغويات يعزف عن الشر معناها يعزف عن يعني ينفر من أو يحذر من أو ينصرف عن ولا الأولى والثانية ينفر ويحذر هي ينصرف يعزف عن الشر يعني ينصرف عنه طيب مضاد مرموق المكانة يعني عظيم المكانة عالي المكانة يبقى ضعيف ولا وضيع ولا متسلق ولا متكبر أنا سمع حد بيقول لي وضيع إحنا خدناها قبل كده برافو عليكم طيب مكارم هتبقى مفردها إيه؟ مكرمة ولا مكرم ولا كرم ولا كرمة إيه ده؟ إيه الحاجات الغريبة دي؟ طيب ما هي هتبقى أولها مين؟ بس أنا واحدة فيه وما أختار إيه؟ أختار إيه؟ أختار مكرمة برافو مكرمة جمعها مكارم إحنا خدناها قبل كده بس يمكن نكون نسينا طيب ما تيب منبص على بعض الأسئلة المقالية الاستنتاجية إيه هي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد أخلف وإذا خاصم فجر الله طب مالفن السؤال أهو هل ينطبق هذا الحديث على حاتم؟ لا لأنه كان يتصف بالصدق فكان إذا تحدث صدق وإذا وعد أوفى بوعده فالكريم حريص على سمعته والإنسان رهن بأعماله تعالوا منبص على سؤال تاني بما اتسم العصر الذي عاشه حاتم الطائم؟ اتسم بالقوة فهو عصر اللي يتكاد الحروب فيه أن تتوقف وأوشكت القبائل أن تتفانى تعالوا منبص على سؤال كمان ما موقف حاتم من الصراعات القبلية وحرب الفساد ولماذا؟ كان يرفضها لذلك اعتزل حرب الفساد التي سقط فيها خيرة قومه ونزل في بني بدر طب ليه؟ لأنه كان بيكره العنف ويعزف يبعد عن الشر طيب إيه النصيحة اللي قدمها حاتم لابنه عدي للبعد عن الحرب حرب الفساد وعلى ما يدل؟ ذلك كان ينصح ابنه قائلا إذا رأيت الشر يتركك فاتركه يعني فتعت عنه تعالوا منبص على سؤال كمان لماذا استحق حاتم أن نطلق عليه الإنسان المتواضع؟ ليه؟ لأنه كان سيدا في قومه مرموق المكانة ولكنه لا يتيه ولا يرى نفسه فوق الناس فيما يمتاز ويتفاضل عن البشر يمتاز ويتفاضل عن البشر في الجود والعفة والصفح والتسامح والتواضع كل هذه الصفات اجتمعت في رجل واحد حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وعندما وقعت ابنته سفانة في الأسر بعد الإسلام وكانت لم تسلم بعد قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أنها ابنة حاتم الطائي فأثنى عليه وأكرم وفادتها فأسلمت وحدثت أخيها عاديا عن الإسلام فأسلم هو الآخر لماذا استحق حاتم أن نقول عليه الكريم بلا منافس استحق ذلك لأنه اجتمعت له شمائل الجود والعفة والصفح والتسامح والتواضع التي من العسير أن تجتمع في رجل واحد ما رأيكم في أن نرى سؤال آخر إلى ما يدعو الكاتب شباب العرب وماذا يتمناه من الأمة العربية أن تفعل؟ كلام الألو في الآخر يدعوهم لقراءة سيرة أرباب القيم وزوي مكارم الأخلاق كسيرة حاتم الطائي عسى أن يتحلوا بهذه الصفات وعسى الأمة العربية أن تربي أبنائها على هذه القيم الرفيعة والصفات النبيلة هنا خلص الدرس طمتكم من شوف تدريبات على درس متحرر اقرأ ثم أجب إن أفراد القبيلة كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوفقهم وهو تضامن أحكم عراه حرصهم على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الخلال الكريمة لعل خير كلمة تجمعها هي كلمة المرؤة التي تضم مناقبهم المرؤة كل خصلة حسنة وفعلة حسن مثل الحلم والكرم والوفاء وحماية الجار وسعة الصدر والإعراض عن شدم اللئيم والغض عن الأعراض والعورات ولم تكن الخصلة عندهم تفوق خصلة الكرم وقد بعثتها فيهم حياة الصحراء القاسية وما فيها من إجداب وإمحال فكان الغني بينهم يفضل على الفقير وكثيرا ما كان يذبح إبله في سنين القحط يطعمها عشيرته كما يذبحها قرير العين لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء ومن سننهم أنهم كانوا يوقضون النار ليلا على الكثبان والجبال الأماكن العالية ليهتدي إليهم التائهون والضالون في الفياف في الصحراء الواسعة فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتى لو كانوا من عدوهم ويدور في شعرهم الفخر بهذه النيران وأن كلابهم لا تنبح ضيوفهم عرفنا أن الإنسان يقتني الكلب للحراسة فعندما يرى الكلب غريبا ينبح وإنما هم عندما كانوا يذبحون كثيرا ويقرون الضيف كلابهم كانت تتعود على كثرة الغرباء فلا تنبح أبدا لما تعودت عليه من كثرة الغادينة والرائحين تعالوا معي بقى نبص على الأسئلة يا طره هو جايب لأسئلة شكلها إزاي أولا بيديني اختيار من متعدد معنى الغض طيب هو جايب لاختيارات الناعم الطري هو ده لو قلت على الغصن أو على الثمار وإيه زيها النظر إنما هنا الغض عن المحارم يعني الكف عنها أحسنتم حدد مما يلي الفكرة الرئيسة للفقرة الأولى الخلال الكريمة للقبائل العربية ولا العلاقات القوية داخل القبيلة العربية ولا الطبيعة القاسية للعرب قبل الإسلام ولا المفاضلة بين الغني والفقير في البيئة العربية إحنا أول ما تكلمنا تكلمنا عن صفات كريمة خلال كريمة للقبائل العربية برافو يبقى إذن هي الخيار الخلال الكريمة للقبائل العربية طب ما ييجي يقول لي إيه العلاقة بين الحلم والكرم والوفاء وحماية الجار وسعة الصدر بما قبلها تعليل ولا نتيجة ولا تفصيل ولا إجمال هو هنا كان بيفصلي إيه الخلال الكريمة بتاعتهم يبقى إذن النتيجة هي تفصيل بعد إجمال طيب أي مما يلي يمثل سببا مباشرا لشيوع خصلة الكرم عند الإنسان العربي علاقة التضامن التي تسود أفراد القبيلة ولا كثرة الأغنياء وقلة الفقراء في البيئة العربية ولا أنهم كانوا يفتخرون في أشعارهم بصفات الكرم ولا قصوة الحياة وما بها من إجداب وإمحال سبب مباشر لشيوع خصلة الكرم الكرم ده شعل إيه؟ علشان إيه؟ أنا سمع حد بيقول لي علشان الحياة كانت قاسية ما إحنا لسه واخدينها في درس مكارم الأخلاق اللي إحنا لسه بننهيها هو فعلا اختيرنا قصوة الحياة وما بها من إجداب وإمحال تعالوا منبص على سؤال كمان يعد فخر العربية بنيرانه تقديسا للنار ولا رمزا للجود ولا علامة على قوته ولا تخويفا لأعدائه كان بيفخر العربية بنيرانه لي عشان كان بيقدسها ده هو كان وزني ما كانش بيعبد النار يبقى هو كان بيفخر بيها كرمز للجود برافو عليكم طيب نختم بقى بسؤال مقالي للبيئة أثر كبير في تشكيل ملامح ساكنيها القلقية دلل على صحة العبارة من خلال الفقرة السابقة يا ترى إيه الإجابة البيئة كانت قاسية لأن العربية لما عاش فيها جعلته يعتز بصفة مشهورة أو اشتهرت بينهم اللي لسه بنقول بسبب الإجداب والإمحال اشتهرت صفة وهي صفة الكرم وكانوا بيقدروها جدا إلى هنا نكون قد انتهينا من درس مكارم الأخلاق نهائيا وبشوق نلتقينا وعلى شوق آخر نفترق على أمل أن نلتقي مجددا ودرس جديد من دروس اللغة العربية فإلى لقاء